ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي واحبابي في اللي مين موجود؟ يلا عشان هنفسر شوية احلام ونفسر الرؤية اللي ازعجتكم علي ونفسر كمان ايه تاني اهلين تغريد اهلا بك يا امر شكلي كده هجيب النظورة الله يسلمك يا انجي تسلميلي حياتي الطبيعة تسلمي يا امر حبيبتي ميرا برينسز نادا حبيبتي انت اللي ملك في السام ربنا يبرك لك يا فاطيمة فاطمة ربنا يبرك لك يا رب طب شوية بس كده بتكتب اول ما قلوكم اكتبوا احلام انزلوا علي بالاحلام اه محمد ياسير منور يا باشا طبعا منورها حبيبيت قلبي عارفة ان انت بالنوطة حبيبتي بتكلمين على الابليكيشن حبيبتي ربنا يسعدكو جميعا يا رب ميرا الله يسلم عمرك يا امر حاضر يا تغريد حاضر الله يسلم عمرك يا ايا عارفة يا محمد ياسين هيبها صح؟ لا ده انا ذاكرتي قوية جدا جدا يا ما يوركوش منوريا مها زهرة زهرات اسلامية امر نسمة حبيبيت اه بصوا بقى نور احمد انا مش عارفة ما شاء الله اللهم يبارك يا رب بنت واقل البستاني وحشتيني يا ادمن يا فشلة يا لوزر اه انا عبدو الله يسلم حضرتك يا رب ويسلم عمرك تسلمي يا امر وتسلمو لي كلكو جميعا ربنا يبارك لك يا هلا اسلامية ميرفة تسلمو لي حبيب قلبي وميرا وكلكو حبيبي وعليكم السلام جنة الرحمن اه حاضر انا هعود معاكم النهاردة شوية في البس حماتي حماتي احمد تيف بنور البس يا جميل طيب انا بصوا بقى التعليقات ما شاء الله ربنا يبارك لكو جميعا نورتوني اه وفرحتوني وبشكر الناس اللي اتصلت علي على الابليكيشان حاضر المهم الصوت عامل ايه الصوت واصل ولا لأ اسلامي يا هلا احبك ولا لازا احببتني فيه يا ام مروة انت لسه قدمل يا بنت واقل صح ولا ايه مش عارف اه كلمتك النهاردة على الابليكيشن سارة اكيد امر يا سارة بتنوروني كلكم والله الصوت عامل ايه علشان نتكلم احبك الله لازا احببتني فيه انجي انا كويسة هو الحمد اللي جاي طمينكو علي اللهم صلي وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله حبيبتي اللي الصلاة والسلام السود السود انا سامية اهلا يا سامية السود عسل يا نورت سلاميه يا امر اه طيب تعالوا بقى ندخل الاول كده على الاول حاجة الناس كلمتني على الابليكيشن وبشكركم جدا 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 الناس اللي كلموني وقلقانين علي من الرؤية اللي شافتها زهرة الرايحان اه زهرة الرايحان بصوا انا هفصل لكم الرؤية العامة اللي نزت على اليوتيوب اللي خاصة بالفيروس وهنفصل رؤية زهرة الرايحان ونخش على الرؤية الجديدة ومعانا الباش مهندس احمد تيفا الخاص الباش مهندس الخاص بابليكيشن حاضر اه وبحب بجد 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 عايز اقول لكم انا بشكر الشركة دي جالين نهاردة الاتصالات كلها بجد فرحانة بيقولولي ده فعلا اختراع ممتاز جدا انا فرحانة قوي من حاجة زي كده والشركة فعلا ما شاء الله اللهم بارك حاجة محترمة جدا حاجة قيمة جدا حاجة بتتقل ليه بجد حاجة حد كده الشركة العمل الاختراع ده والله مش بقى جامل حد علشان حاجة بس فعلا ده حتى رأيي الناس مش رأيينا الواحد عشان شاهدتي هتبقى مجروحة لان افضل من الخط الساخن اللي الناس كانوا بيكلموني علي وما يوصلوش وفلوسهم تتصرف وتتاخد منهم وبعد كده ما يعرفوش يوصلو تسلموا لي حقا يبقى قلبي الصوت والصورة واقفين لا يبقى عندك انت يا مونا اطلعي من الصفحة وارجعي تاني ظهرت الرايحان شافت النهاردة بتقول حلمتي باختي سعاد بتقول لي ان دكتور ماليكة عملت حادث وتوفت وميتها والشعب يضحك كده واحنا زعين عليها قوي طومينيني لقيت على الدكتورة انا متزوجة وعندي اولاد كبار انت اللي احلمت باختك سعادة اللي بتقول لك الخبر ده هو انا المفروض اسألك سؤال لان في رمز يخصك ورمز يخصني تمام كنت عايزة اعرف منك اذا كان في مشاكل تخصك في الحياة في حاجة انت منتظرها اتعصرت لان انا هنا مجرد مفسرة رؤى واحلام رؤية مفسر الرؤى والاحلام يا جماعة له معنى طبعا خارج مصر مش قادرين لا 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 بالعكس يا سومة خارج مصر معظمهم هما اللي بيكلموني بيشكروا في الابليكيشن انت دخولي بس هنزلولكو تاني هنزلكو الرابط تاني لان اكيد التعليقات بتنزل الرابط تحت وهنزلكو الفيديو طريقة تحميل الرابط ايه طريقة تمشوا على الخطوات بتاعة الابليكيشن اهلا محمد ميدو يسلم عمرك يا رب او عمرك يا رب محمد ميدو نفسي يسلم على حضرتك ربنا يبارك لك يا رب انا رجعت اهو انا معك اهو اه اه حد مطلعني من الادمن هشوف الموضوع ده وعشان اكيد مش ناشطة معين اكيد اه المهم اه تعالوا بقى مفسر الرؤية عشان الناس اللي قاعدت تدعين احنا انا سبته معه ويدعولي شوية بقى كده يعني وانا منشكحة بقى وكده طبعا الحادث في الرؤى المفروض احنا بلاستعيز منه او منشوف حادث سيارة او حتى سمعنا خبر عن حادث سيارة اه مفسر الرؤى والاحلام بيكون بشارة حلوة قوي للرأي طب لما مفسر او الاحلام مات ومات في حادث وفي نفس الوقت اتسم في الرؤية فدي معناها ايه دي معناها طبعا احنا ناخد الابتسامة انا هنستعيز وهدي الابتسامة هنا دي بشارة وطيبة الاحياء امر اللي رأت الرؤية ولي انا انتقال من حل لحل واتمنى من الله عز وجل ان يكون حل كويس يا رب اللهم امين يا رب لاني بجد خدت على دماغي كتير اول فترة اللي فاتت دي ولله الحمد اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب العالمين فهي تشوف حلها لو عندها فعلا مشاكل والدنيا معها فيها شوية توترات كده فتعرف ان موضوع الحادث دوت خلاص هي المشاكل والتوترات وبعد كده اي حد عنده الابليكيشن طيب او الاستاذ احمد بيقول لكم ربنا يبرك لك والله انت تعبان جدا ربنا يعينك بيقول لكم اي حد عنده مشكلة في الابليكيشن يكلموا لان في ناس معلقة كتير مش عارفين يتواصلوا من خارج مصر فانت دلوقتي تشوفي حالك اي حبيبتي لو عندك مشاكل يبقى احنا ناخد بقى الرمز الحلو اوه يبقى هو الموت هنا هي دي المشكلة اللي حصلت والمشاكل اللي حصلت وخلاص احنا دخين على مرحة حالة ايه الابتسامة تمام كده معلش بقى فيه تليفون بيجي على الموبايل التاني اللي في ايدي عشان باقرأ منه الاحلام هاقرأ منه الاحلام فهتغضي بقى البشارة لنفسك اللي هي الابتسامة ان شاء الله رب العالمين واتمنى من الله يحسن خاتمتي لان في ابتسامة وكده وانا معيتها فادي بتبقى حالوية شفتوا الكبرياء والعظمة في الحاجات دي طبعا يعني ربنا يا رب يفرحكوا جميعا وبشكركوا جميعا على كل الدعوات الطيبة والناس اللي اتصلت علي ربنا يبركلكوا جميعا يا رب يلا بقى نشوف الرؤى العامة وبعد كده ندخل على الرؤى اللي انتو كدبينها دلوقتي كلمين لا المسنجر ممنوع يا امر انا فيه ناس كدب كلام كتير والله مش شايفة مش ملاحقة طيب تعالوا نشوف الرؤية دي بتقول اين رأيتوا اني في بلدي طبع محافظة الغربية وكل الناس بالشارع تحسبا لهجوم عراقيين ان فيه عراقيين جايين يهجمهم فين على الناس او على البلد تمام دي رؤية من الرؤى العامة كأنها حرب وكانوا شكلهم لابسين ابيض وكانوا عاملين زي الطيور بس هما بناءت من رجال من الرجال ولابسين الجلباب الابيض ناصع البيض وهجموا علينا وكنا لبسنا غامق يعني كان لبسهم اللبس العادي يعني الوان بس هما التانين داخلين عليهم تعالفين داخلت النهار مع الليل كده كان بالمنظر ده وبعدين هجموا علينا وإيه تاني اتجهت لشارع تسكن بيه خالتي رحمها الله وجدتهم دخلوا ايضا من اخر الشارع يعني جريت على شارع كده راح تلاقيها العراقيين دولا دخلوا عليها من اخر الشارع فامسكها واحد كانوا سريعين جدا يعني انها كانت دخلت في اول الشارع لقيتهم جمع عليها مرة واحدة كده وبعد كده ايه اللي حصل ومسكها واحد شكله حلو وفي وشه الايمان ولجلبيته كانت ناصعة البيض وهي نور الايمان استسلمت له بدون اي خوف ودخلت في بيت خالتي وجدت ابنتها واسمها ناصرة ولمحت لمحة بالمنام يعني في الوقت اللي قاعدة فيه في البيت اوقات ممكن ايهتر وانا يا جماعة قاعدين في المشهد معين ونيجي نبص نلاقي نفسنا شوفنا لمحة كده هي الدين اللي هي كانت تقصده في الرؤية شافت لمحة ان فيه في اخر الشارع واحد وواحدة راجبين على احصنة وقت لقوفية هي مش مستوعبة قوي لامر مش فاكرة قوي وبعدين كان فيه جهاد النكاح اللي هو في العصر الاديم تمام كده بعد كده الرجل اللي كان جنبها في البيت ده اختفى اللي هو العراقي دوت اختفى وبعد كده شافت مشهد تاني دي رؤية تعالوا بقى نشوف رؤية كمان خدوا بالكم ان عراقيين دخلوا رمز العراقي في الرؤية احنا عيلينها قبل كده ايه جاية من العراق من العراق المشاكل المشاكل لكن سبحانك يا رب شكلهم كان عامل ازاي شكلهم كان فيه الايمان شكلهم كان فيه الايمان فده ايه بقى ايه هي مشت من هنا هربت هنا فدي توقعات الواحد بيكون متوقع توقعات سيئة فربنا بيعديها على خير وسبحانك يا رب عسى ان تكره شيئا وهو خير لكم ده امر طبعا بيخص الفيروسات بيخص الحاجات اللي احنا متابعينها اليومين دولة في البلد قبل كده كنت فسرت لكم الرؤية اللي خاصة بالفيروس قبلها تقريبا في شهر 11 او 12 وقت لكم فيه فيروس هيكتح العائلة وفيه ناس فعلا هتروح فيه لكن هنا الرؤية ما شاء الله ان الحال هيتبدل اسم نصرة اسم نصرة ركزهم ان ده وتعبارة عن علاج بنصر الله سبحانه وتعالى لمصر بامر الله تعالى وان هي راحت مكبيت خالتها المتوفية يعني فيه حاجة من العلاجات اللي ممكن تكون قديمة جدا حاجة قديمة الله اعلى واعلى ممكن تكون من ايام الفرعنة لان هي شافت مشهد لاشخاص اللي هم بتوع جهاد النكاح بس محدش طالعي محدش قرب لها كان بعيد المنظر عنها خالص فهو فعلا فيه حد بيحاول الدخول للبلد لكن مش هيقدر دي نقطة النقطة التانية ان ده رمزين اتنين رمز الجهة اللي هم الاشخاص اللي شافتهم في الرؤية اللي هم شاكلهم قديم جدا من العصر القديم وفي نفس الوقت الاشخاص اللي بيدخالتها المتوفية من سنين فمعنى كده ان فيه فعلا والله اعلى واعلم حصول على علاج وهيكون ناتج من امر حاجة فعلا قديمة ان ممكن يكون حاجة زي كده اتواجدت في عصر الفرعنة او ايام الانبياء الله اعلى واعلم كان فيها علاجات حاجة معينة فهيلاقهم حاجة ان شاء الله هيطلعوا منها بحاجة قديمة جدا او تركيبات قديمة مش حاجة جديدة وان شاء الله الموضوع هيطلع على خير وهيعدي على خير وامر الله تعالى طيب نشوف الرؤية التانية بتقول واحدة تانية بتقول كان فيه صوت بالسماء وكان فيه دخان وكنا نغلق الشبابيك خوفا وكان الدخان ابيض انا اول حاجة لما هي قابت كنا خايفين وكان فيه دخان سألتها على لون الدخانة وما قالت لابيض خلاص الرؤية دي مترتبة برضو على الرؤية اللي التانية شافتها اللي هي كانت لقيت العراقيين ولابسين الابيض وشكل الايمان باين عليهم فمعنى كده ان احنا خايفين من العراق خايفين من مشكلة تهجم علينا فعلا ولكن الدخان الابيض بيأول بالخير يعني موضوع الوهم اللي احنا هنعيش فيه ده بسبب الميكروبات والحاجات دي هينتهي هينتهي تماما بامر الله تعالى بدون اي اضرار ان شاء الله ان شاء الله يا رب العالمين بالنسبة لينا والله اعلى واعلى طيب واحدة كمان بتقول انا حلمت اني مسافرك مكان ومعايا نسراجبين عربية فخمة وغالية ان دول ارايبي بس انا في الواقع معرفهمش واني فيه ولدين شابين حلوين اوي شكلهم مهندم وعينهم ملونة وان دول ارايبي وانا كنت بهزر معاهم وانهم كان عجبهم اني بهزر وبضحك وكده وان فجأة اقترحوا ان انا هنروح مكان في الصين زي مدينة ألعاب فانا قلت لهم لا مش عاوزا نروح هناك فجأة بقى فيه ناس صينيين لابسين كمامات وان الفنان كريم عبد العزيز قال هنعمل اجراءات وقائية من الفيروس كورونا واخدنا حاجات من السعودية الدواء كده بودر مكتوب علي للوقاية الله تخيلوا لسا وغدى مني من رمز ده وحاجة زي رش على هدومنا عشان تحمينا بعدها الفنان كريم عبد العزيز اداني زجاجة عطر الرجالي حلوة قوي ومركة معروفة ولون الزجاجة اسود في دهبي قال لي دي متعتأة خدت خدتها ورحت البيت شمتها وشممتها لأمي وعجبتها جدا جدا فيه رمز حلوة قوي لصاحبة الرؤية ان فيه بشارة طيبة لها ان شاء الله رب العالمين وفرحة وخبر صار طيب الرؤية هنا كريم عبد العزيز طبعا جاية من قرام الله علينا سبحانه وتعالى هي بتقول موضوع الكمامات والصين وبعدين هنعمل اجراءات وقائية وشافة السعودية طيب ودو كان بوطر اخذنا حاجات من السعودية وحاجات وقص قالت ايف كمان متعتأة يعني معنى كده بحاجات برضو من عصر الانبياء او الرسل هيكتشفهم حاجة قديم حاجة من العصور القديمة بأمر الله تعالى هتضيع تماما تماما الميكروب دوت وهتكون مضادة لي فالرؤى يا جماعة اللهم بارك بشارة 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 شك ده انا ما عونتش خايفة انا عاملة زيكم بالزبط انا اول ما كانوا يتكلموا في التليفزيون وقعدوا تفرق كده اه انا الفيروس اه والله انا بمتعب بالايحاء زوري وجعني فلما الرؤية جات لي بالشكل ده انا اطمنت وارتح لي جدا فقلت اطمنكم اه واقول لكم استبشر يا حبيبي مصر ربنا حافظها وان شاء الله حافظ الجميع في جميع الدول يا رب اللهم امين اللهم امين يا رب اهو اهد احنا عرفنا ان الاخرة قريبة اه يمكن ناس اه يمكن دي حاجات عبرة لناس معينة ان كانوا متوقفين عن الدين عن الصلاة اه بعدهم عن حاجات كتير قوي ان هم يعرفوا ان الاخرة مفيش خطوة ونبقى فيها فيا عائلة ممكن تكون عيزة ممكن تكون عيزة لناس كتير قوي فهقول لكم ان شاء الله هتعدي على خير واستبشروا خير كبير قوي 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 والله اعلى واعلم يلا بقى نشوف الرؤى اللي انتوا كانت بينها اه تسلم يا استاذ عزة ويحفظك بحبزه يا رب اللهم امين اه طبعا الرؤى دي انا حبيت ان انا بشركم زي ما اسفة طبعا قلقتكم قبل كده قلت لكم ان فيه فايراس وكده والناس قلقت فقلت بقى جات البشارة برضو الحمد لله من المتابعين بتودي ديات حاجة انا الحمد لله محزوزة 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 ان ربنا رزقني بالرؤى دي سواء الانذار اللي في الاول وسواء البشارة اللي جاية دلوقتي ما حدش يقلق عن ثقة عن ثقة اتطمنوا حبيبي ما حدش يقول اه ده حلم طبعا الحلم ممنين يعني من ربنا سبحانه وتعالى محدش يهمل الموضوع ده الرؤى جاية من عند الله عز وجل فما فيش احسن منها انها تطمنوا هي برضو اللي كانت الرسالة اللي كانت جاية من ربنا برضو سبحانه وتعالى وقلقنا وتوترنا وكده وتحققت يبقى الرؤى حق الرؤى حق يلا بقى اي استفسار عن الاحلام العامة انا معاكم عشان ندخل على الرؤى اللي في البس ويا رب كده تختصروا حد بوقت اخرتي لا اه انا اخرت شوية معايا متصلة ربنا يكرمها يا رب ويصلح حالها مياسر زهور هي في البس مش عارف مش شايفاك عطلتني يا جماعة زكا ميرضيكم كلمتني على الابليكيشن نورتيني ام ياسر حبيبتي وكلكم نوريني وبحبكم في الله وهنفسر شوية ربنا يخليك يا نور الهودة ويبشركوا جميعا بالخير يا رب طيب انا بقى الاحلام بدأت تجري بسرعة بالله عليكم بالله عليكم اللي يكتب رؤية ما يكتبش تاني تمام كده واللي عايز اي استفسار انا فسرت له رؤية ممكن يكتب الاستفسار تمام اعذروني لو ما شفتش تعليقات اعذروني لو ما شفتش اي تعليقات بالناس بقي ناس اللي على اليوتيوب هاخد اول عشرين منام تحت التعليقات بامر الله تعالى هفسرهم لكم في الرد في مكان الرد تمام كده مرضيين لان البس ده ربنا يجازيها كل خير الصحفية الجميلة رئيسة موقع السرار المشهير الجميلة اوي مي اسماعيل هي المسكنة المسكري قناة اليوتيوب ربنا يحفظها بحفظه يا رب وعملها مجهود ممتاز جدا جدا فهاخد اول عشرين منام هتاخد البس ده وهتنقله على اليوتيوب وهاخد اول عشرين حلمش من اللي هنا هاخدين بالكم سيبوا حب فرصة للناس اللي هم على اليوتيوب حتى لو مفاصر تركوش هنا نسيب فرصة حبيبة قلبي السكر مي بتطمن وانتي معي يا ميه يا أمر كنت هقول لكم ايه الناس اللي معي على الجروب اللي عليك يا جماعة سيبوا فرصة للمجموعة اللي معي على اليوتيوب لان اليوتيوب ما عندهمش فيسبوك تمام انت وضمركم بقى يلا بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم انت قلساني بقول الحق ريم بتقول حلمت اني كنت بشوي ثلاثة كيلو سمك بوري كبير وكنت بقليه على الجنبين كان طريقا عزبة مكروبة طبعا لان فيك قيلة وقال حواليك يا ريم بس هتعدي على خير بأمر الله حبيبتي فيه ثلاث سنين كمان عدوا عليك مش حلوين والله اعلى واعلى وكان في حد تكلم كلام دايق قوي بس ربنا هينسورك والله العظيم بإذن الله حبيبتي والله اعلى واعلى هبة بتقول لي صوت الرعد صوت الرعد يا جماعة لو احنا خايفين اوه بيكله تأويل يعني بيكون خبر كده مفاجئ طب لو انا مخفتش وسمعت صوت الرعد بيبقى خبر صغر لان فيه ناس بتأول الرعد او ناس بتخاف من الرعد والحاجات دي لأ بيبقى لها تأويلات او وقت طيبة على حسب حل الرأي اللي شاف الرؤية شاف ايه سواني بس هاشرب مياه من تاني ام ياسر انا حلمت النسناني اللي تحت وقعت في ايدي قلت الحمد لله ما تزوجه ومعي اطفال طبعا يا ام ياسر هنقول الحمد لله لان الجايلك رزق كثير وفير ان شاء الله يا حبيبتي وفعلا بإذن الله بإذن اللي هتحمده الله عما رزقك بإخراج صدقات والله اعلى واعلم رمز سمير غانم يا رانيا وعيلته بص حبيبتي اوقات اسمهم ايه الفنانين بيكون لو اكتر من فنان معاك في الرؤية بيكون ليه تأويل يعني ايه ما تصدقش حد بيتكلم معاك في حوارات معينة لكن ربنا هينسرك عليهم طالما ان ايه سمير غانم جاي من الغنيمة في الاسم بتاعه فبيبقالك برضو نصرة حتى لو حد تتكلم بن فاك معاك وبرياء ربنا هينسرك عليهم والله اعلى واعلم اختصار في الرؤى يا حبيبي صفاء رمز التبول في المنبخ ده زيادة خير حبيبتي زيادة خير والله اعلى واعلم نين تاني الله يحفظك تسلام يا أم أحمد ربنا يبركلك أحبك الله زيء يا حباب تاني فيه يا ريم ربنا يبركلكو جميعا يا رب انجي جمال بتقول حلمت اني لابسة سلسلة دهب وبقلعها من رقبتي وكان جوزي بيدي غويشة دهب المفروض انها بتاعتي لحد من أهلي انا مستغربة انه هو بيدها لهم بص يا حبيبتي انه هو بديهم حاجة يعني هقولكو هو لو انتي برضو الرؤية يا جماعة بتعود على حال الرؤي لو انتي منتظرة حمل فهيكلك حمل ان شاء الله رب العالمين بس البيبي هيكون ينتسب أكتر في الشكل لأهله اما لو ما فيش الكلام ده ما فيش الحمل ولا فيه تفكير في الموضوع ده خالص فاحنا بقى الموضوع كله بيرتكس في حاجة تانية ان مش عايزيني انتقل اي كلام قيلة والقل ما بينك انت والزوج في اتجاه تاني الفترات اللي جاية يعني نحفظ شوية على القيلة والقل والحاجات دي ما بيني انا والزوج تفسير حصوتين في الكلة انا لزوجي لزوجك اه تمام طبعا الحصوة بتكون حاجة مقلقة قوي قوي في الواقع لهم مقربين من الانسان طب لما يكون في حصاوي فهنا انا بلحاش اي علاقة بالقلقة الا اذا كانت متعبة لي فده رزق 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 هيحتفظ بيه لكن هيطلع في وقت يعني مش عايزة لئك اه اولها لك ازاي هي حاجة فيها مديات وهاتتصرف مش مش هكلم اكتر من كده ان شاء الله تتصرف في الخير يا رب والله اعلى واعلم تسلم يا امل انت اللي عالسولة محمد ياسين الحلم بتنظيف بيت والدي بالمياه باستمرار متى زوجة تنظيف بيت الوالد معناها زوال هموم قديمة والله اعلى واعلم عاشقة القرآن انا دايما بحلم بمياه بتنزل من السقف او بتطلع من الارض شوفي المياه لونها ايه ما قلتيش المياه لونها ايه يعني نضيفها ولا لا لان دي لها تقويل ودي لها تقويل يا عاشقة القرآن اهداء طرحة العروسة في الحلم هير فاطمة اتشقار فاطمة اهداء طرحة العروسة بيبقى خابر صار هتسمعي ان شاء الله رب العالمين ويا رب يكمله لك على خير زوزة انت جميلة وكريمة والله ربنا يزيدك من فضل وبحب ويحب فيك خلق الله وما امين ربنا يساعد قلبك ولكي بالمثل يا حبيبت اه ام مصطفى بدل جد واشترى سمك اراميت وقلت الاراميت وقاليت الاراميت واكلتها نصرة نصرة في امر انت بتسعليه يا ام مصطفى ان شاء الله والله اعلى واعلم خلاص يا ام مصطفى كده حلمك اتحق اسمه ايه كنت اقولك ايه اتفسر مية احمد حلمت با احمد زاكي كانت شكله حلوة قوي ونفس الحلم اني بسلم على عيد الامام عادل مين على عيد الادهم بحرارة متزوجة انا ما بحبش انت بتسلمي عليه بس انما هو ما عملتش حاجة لان فيه رموز جات لي كثيرة جدا على احمد زاكي ففيه ناس بحبها في الرؤى وفيه ناس بنقلق منها في الرؤى فان شاء الله يا رب يجعله خير لك لو هو مكتسم لك فتبقى بشاره لك بامر الله تعالى والله اعلى واعلم انا بحبك او حبك الله لازي احباب تانية فيه جنة الرحمن المية كتلونها ابيض بصي حبيبتي ده اولا دينك ذكرك للكرآن ان شاء الله رب العالمين ربنا هيعطيكي فضل وخير ما قرأتي من الكرآن الكريم والادعية فده خير هيجايلك باذن الله لوزا تفسير عيد ميلاد فيه بنت كبيرة زي عروس قوي اه طيب انا بحبش برضو عيدين ميلاد قوي في الرؤى بس ده تبديل حال من حال لحال افضل والله اعلم ام حسين ارجو تفسير حلمي لو لقيته قدامي هفسره لك حاطرها نعي شايماء بحلم بدبلة خطيب السابق اني لابسها في ايدي مع العلمي اني مش اه لا انت مش بتفكري فيه بس فيه حاجة اسمها عقل باطن واكيد انت هيسا مرتبطيش اذا اقول لكم على حاجة فيه ناس متزوجة بتحلم بشخص معين كانت مرتبطة بيه قبل كده ده بيعود على ايه حتى لو هي ولادها كبرم وهي كانت مخطوبة له في ايام ما كانت لسه شابة صغيرة في العشرينيات ولا حاجة فده معناه ايه معناه ان هي مثلا بتبقى شايفة سلبيات معينة بزوجها فعشان كده ممكن تحلم واشخاص كانت مرتبطة بيهم وعندها حتبقى العاطفة دي مفتقدها شوية فاكيد هتشوف منا مات بالشكل ده انت اكيد لسه ما فيش ارتباط فبتشوف الدبلة لسه في ايديكي اوقات الواحد بيكون خلص متعودة للابسة ده لعب في ايدي لعب في ايدي كده يا فاهمين الحرقة دي فالرؤى والاحلام بتبقى كده جوه العقل الباطن بيقعد يلعب معنا اللعبة بتاعة تعارفين الحرقة بتاعت ما احنا نعمل بقدب لك كده في ايدينا ولو انا مش لبساها بعمل الحرقة دي اه ده مش لبساها فاهمين الحرقة دي ده تشبيه بسيط بس كده للعقل الباطن فبيبقى حاجة انا تعودت عليها افتقطها بقعد برضو ايه دخليا لسه فاكرها قوي والله اعلى واعلى شكرا لها يا امو مصطفى يا امر رانيا بتقول حلمتي صاحبتي فاطم رحمة جايبالي بارفان البرفان يا جماعة من الرؤى اللي بتدلها على البشريات الطيبة بامر الله تعالى وهتفرحي قهد جدا باذن الله والله اعلى واعلم بس ما بتقول انا فكار بربنا يا ربي يزيح عنك يا حبيبته يبدل حالك من حل لحل افضل طقم محمد حلمتي بشراء جاكت جنس بخمسين جني بصي خرجي صدقة لان كان فيه وقف حال وان شاء الله هيتيصر تماما بس خرجي صدقة خالد بنتي يردعها مطرب مشهور هتبقى لسانها لابك وحال وقوي بس هتبقى مكة ربنا يحفظها لك يا ربي واستاذ خالد مين هبة هبة بيبو حلمت اني بعايت ولقيت زي خشبة غسل وعليها الرسول صلى الله عليه وسلم وقفت من وراء حيطة وقعد تألمسه من الفرحة وبرده بعايت متزوجة طيب اما تشوف خشبة ترغسل ده زوالها مك وكمان ما يجيلك بقى كمان الرسول صلى الله عليه وسلم وبتعياتي فاكيد مؤكد مؤكد ان الأمر اللي حصل معك هيعود عليك بعد دي خير عظيم وقعد تزعلي وقعد تدقي من الموقف اللي انت اتعرضت له لان ربنا كاتب لك خير عظيم ولولا الموقف ده ما كنتش هتيجي ما كنتش هتلاقي الموقف العظيم اللي ربنا كاتبه لك والله أعلى وأعلم من تاني مونة بتقول بحلم اني رايحة اشتري عيش وكانت معي واحدة بنت معرفها شكلها حالو متعرفيهاش يعني وراجل قال لي تعالي هتديك تمانية عيش طيب البنت طبعا احنا عارفين طبعا ما البنوت هتكون موجودة في الرؤى وخصوصا ما تكون شكلها كويس وهنا كمان ارتبطنا بالعيش وارتبطنا بالرقم ثمانية اتمام امر هيحصل في حياتك كويس جدا وطيب جدا بأمر الله تعالى والله أعلى وأعلم تفريق اللحمة والعيش في المنام يا بسمة تفريق اللحمة والعيش في المنام لو انت عندك حاجة يعني مدايقاك في الواقع حاجة مدايقاك في الواقع في المعيشة وكده عايزاكي تكبر دماغك الفترة اللي جاية دي تكبر دماغك الفترة اللي جاية اوقات يا جماعة الصدقات مش دايما انا مسلا ما اجي اه اخرج صدقة معنا كده ان الرؤية طيبة عشان تكونوا عارفين لا اوقات لها رموز تانية خالص فانت كده بتفرقي فمعلش هنعدي الفترة اللي جاية دي وان شاء الله ربنا يبدل حالك للأفضل والله أعلى وأعلم مروة السفر لتركيا معناه ايه؟ معناه انك انت في موضوع هتطلع نفسك منه خالص والله أعلى وأعلم مين تاني أميرة لابسة فستان فوشيا صوري وجزمة بكعب فوشيا وشكلي جميل لو انت مش مرتبطة بيبقى يرتبط لك يا أميرة مفرح جدا جدا بس اخدي بالك عشان الطباعة بتاعته مقلقة شوية فاخدي بالك سم سم بعطي كبلات للدعية مصطفى حسني وانه وافق بالآخر انه يرتبط بي أنسة طيب بصوا بقى الدعاء في الرؤى او الشيوخ لو معروفين بيبقى رمزهم طيب انت تعطونتي لحد احنا بنحتسبه عند الله سبحانه وتعالى انه هو حد زو علم في الدين او في العزاء فاحنا برضو يعني ايه في حاجة انت هتستفدي منها حد هينصحك النصيحة ان شاء الله هتستفدي منها والنصيحة دي هتبقى بالنسبة لك حاجة حلوة جدا لانك انت هتستفدي وفي نفس الوقت هتبقى مطيعة هتبقى مطيعة جدا دينا احلى مفسرة ربنا يخليك يا امر ربنا يبارك لك انا بجري وبعد جدا بسحة بالشاشة تانية التحت عشان نجيب الرؤى واستاذ احمد بيقولي فساري لي الله يكرمك والله لو لقيت رؤيتك هفصرها لك عناية ندا الحلم بلبس حزاء كعب عالي اخضر ده شخص ان شاء الله رب العالمين ربنا هيكرمك بيه متدين وماشاء الله مرتاح اخدوا بالكو يا جامعة في رؤية دلوقتي انا فصرتها الواحدة قلت لها اطبعه هيكون مقلق وكان فيه برضو كعب عالي هنا لأ حد كويس جدا فكل واحد على حسب رؤيته من تاني انجي سبع سماكات متلجين في كيسة اي حاجة مجمدة اي حاجة مجمدة ده بيبقى خير محفوظ لك سبع سماكات هو بيبقى فترة عصر ومن بعدها يسر انت بقى مش عايز اقول لك يعني اللهم بارك ربنا يا رب يعطيك اليسر عاجلا غير اجلا حلو جدا فترة جاية يا انجي الاحلام الطويلة يا جماعة صعبة فصرها في البس اه مين تاني انتش كتبت حلمك فوق يا دية طب انا اعمل ايه اعمل ايه اجيبهم بنيين انا بحول اسحب واخد واجيب ظهرت النرجس حلمت انه نقلت البيت اخو زوجي واسكننا بداله في شقة ما قلتيش اخو زوجك اسمه ايه بصي بقى انت فصر الرؤية كده نفسك على حسب حياة اخو زوجك في الواقع وعلى حسب اسمه هنا هتعب الرؤية زي كانت طيبة وفي نفس الوقت شوف حالك انت واخو زوجك مين افضل من التاني لو في حاجات تانية انت مثلا انت في طبيعتك انت مثلا ممكن تكون يبصل العيشة بتاعتهم شوية يبقى لا ما نبقاش دخلاء على الناس حاول ان انت داعي الخلق للخالق شوية افاهماني حبيبتي والله اعلى واعلى انا بصوا بقى انا بقرأ بدون اي ترتيب اختصروا الاحلام حبيبي نورة حامد جوزي بياكل مع باباه المتوفى عيش وجبنة وطماطم وعيش ناشف جوزي بياكل مع باباه المتوفى عيش وجبنة وطماطم وعيش ناشف جوزك واضح ان هو عنده حالة عصر كده مش طبعية بس فيه برضو رزق ويحمد الله عليه فيه رزق جايله مهما كان قدر الرزق اللي جايله ده ايه لان هنا الرؤية فيها كذا شقة من الرموز ان فيه خير فيه خير جايله لكن يعني هو هيبقى حاسس برضو لا مش هو ده لا مش عاقيني فاهماني فااااااااااااااااااااااااااااااااااا لا اي حاجة تجلنا امين تاني اجلال حلمت ان تزوجت من جوز اختي بس ايه بس ايه بتقول ان اختها موجودة ربنا يحميهم يا رب ده تقارف من الشخص نفسه يعني تعارفها بيكون حد انت هتزقى فيه قوي قوي يعني ممكن اختك او زوجها هو ده بتتمني. آآ آآ بسم الله الرحمن الرحيم آآ هيتملك في خلال الاربع شهور كده والله اعلى واعلم آآ آآ في خلال الاربع شهور والله اعلى واعلم يعني ايه في خلال الاربع شهور يا جماعة? كلمة في خلال الوقت ده آآ يبقى من شهر او اتنين او تلاتة او اربع وما يتعداش الاربع شهور. تمام? آآ الحندل لرب العالمين. ربنا كرمني بموضوع آآ ان رؤى او قد بتوضح للوقت بتاعها. الحمد الله اللهم بارك. الحمد لله. اصابنا في حاجات كتيرة جدا. آآ آآ وانا باحمد ربنا عليها لانها فعلا مكادش واضحة عند آآ عند اي حد مكادش واضحة بالوضوح ده. الحمد لله. آآ ام احمد معنى اسم يحيا في المنام. يحيا معنى احيا امر. ان شاء الله. آآ ميرا جمال سلسلة ده هبتقيلة ومنقوشها بالقرآن الكريم. ماما متلبسها لي وسمكة سلام متلجة قصرت 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 تلجها. او انت متسرعة اوي او ببعنا صحيح محتاجة حاجة اوي. ان شاء الله ربنا هيكرمك فيها. وعلى فكرة كل ما هتكتهدي كل ما تسعي الامر ما. ان شاء الله ربنا هيكرمك بيه. ولو انت اناسة في يرتباط ليك يا ميرا. بازن اللي رب العالمين. والله اعلى واعلى. آآ مروة. ست سوداء بتأكل الحمامة حية برشها. والحمامة بترجف مطلقة. البس آآ فاصل ليه. عليك برقية شرعية. عايزين رقية شرعية. نعمل رقية شرعية. انا مش شايفة نفسي على الشاشة. مش عارفة اني اسمرت كده الشاشة. بس الكتاب بظاهرولي. عندك فكرة خبيرة? ما اديكش فكرة. حد شايفني? ولا لا? ولا انا اختفيت. سامعيني. طب شايفيني? بسم الله الرحمن الرحيم. في حاجة في الصوت موجود. لكن انا مش موجودة. صح? صح? طب انا انا موجودة ولا لا? ولا في ايه? انا مش عارفة اوطش من هنا. اوطي الصوت. تمام? سواني بس كده. لا صوت بس مش عارفة في ايه? اوه ليه? طيب انا وقف البس ونرجعتين.